طيب مارس كولار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال تأهلنا عن جدارة ولا يمكن أن نفوز في كل المباراة بنتيجة كبيرة بشكل مستمر وقال إن التبديلات جاءت وفقا لظروف اللقاء وتحدث أيضا عن أنتوني مودست وقال كان بيعاني من إصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضية ومش جاهز 100% وقال إن إحنا سيطرنا على مجريات المباراة وأهضرنا العديد من الفرص وقال إن الهدف اللي سجله سيمبا جاء من خطأ من محمد هاني بسبب تمريدها يعني بس كان يقول إنه كان مصاب يعني في اللحظة دي وقال إنه يستوجب المزيد من التركيز وقال إن إحنا حصلنا على كم كبير من الفرص كانت كفيلة بنتيجة مغيرة لكن استمر إهضار الفرص وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات قال إجمالا صنعنا العديد من الفرص وإحضرنا الكثير أيضا ويتم علاج الأخطاء من خلال المران والتركيز بشكل أكبر وقال عن إمام عشور كان بحاجة لمزيد من الوقت لإستعادة مستوى وقال إنه مش بيقبل أبدا مشاركة أي لعب إلا في حال جازياته الفنية والبدنية بنسبة 100% كلام محترم كلام محترم الأهلي هيواجه السوندونز مباراتي الزهاب والعودة مباراتي الزهاب هتكون في جنوب أفريقيا يوم الحد القادم إن شاء الله والأهلي هيسافر يوم الخميس عبر طائرة خاصة لهذه المواجهة هتبقى يوم إيه؟ يوم الحد مبارات الزهاب نصف نهاية الدوري الأفريقيا الحد القادم ده على طول مباراتي العودة هتبقى في أستاذ القاهرة يوم الأربعة تعالي أقولني الكلام عن مباراتي الحد مباراتي الحد دايما نسوندونز لما كان بيجي يواجه النادي الأهلي يلعبوا في النهار أعرف إن الأهلي يداء بالنهار ما يبقىش أحسن حاجة في النهار فالأهلي يلعب بالنهار يبقى عنده مشاكل فالكاف هو المنظم هذه البطولة فقال له لأ المبارات هتبقى الساعة سبعة سبعة في تقوية القاهرة سبعة مساء لا لا هيواجهه السوندونز الساعة سبعة مساء هي لا هيواجهه مساء يعني تمام؟ فين؟ في جنوب أفريقيا نجي بقى على مبارات يوم الأربعة اللي هي في أستاذ القاهرة يوم الأربعة في السادة الكاهرة اللي كانت بقى خلاننا المباراة الساعة كان في السادة الكاهرة خلى مباراة السادة الكاهرة اللي هي مباراة العودة يوم الأربعة القادم الساعة أربعة العصر أربعة العصر احنا خلصنا من قارة أفريقيا ان احنا نلعب بالنهار يعني اللي هي لعب مباراة سانداونز او هيلعب مباراة سانداونز بالليل ولاعب مباراة سنبا بالليل يجي هنا في الكاهرة يلعب النهاردة الساعة خمسة ويوم الأربعة القادم صعب الساعة أربعة حاجة صعبة جدا بس تمام يعني في رقيقة نلعب هنا بالنهار أحسن ما نلعب بالنهار في جنوب أفريقيا نلعب بالنهار هنا هتبقى الدنيا أسهل إن شاء الله شوية